اختيار استراتيجيات عرض مناسبة للموضوع والآن ننتقل إلى القسم الثاني من حديثنا عن تاريخ العرب في علم الكيمياء والذي اشتهر فيه العديد من العلماء منهم؟ مرحبا يا شاد ماذا تفعلين؟ وما كل تلك المعادلات والصور على السبورة؟ دعني أركز يا فهد فأنا أحضر لي عرض سأقدمه أمام الفصل حول تاريخ علماء العرب في الكيمياء انظر يا فهد لقد جمعت كل هذه المعلومات من الإنترنت ولكني أجد صعوبة في عرضها بأسلوب سهل ومشوق رغم أنني أستطيع تخيل ذلك في ذهني حسنا يا شاد دعيني أنظر قليلا جميل لقد جمعت كما هائلا من المعلومات حول تاريخ العرب في علم الكيمياء يا شاد لقد قمت بعمل عظيم لكن الكلمات تضيع مني فور البدء في سرد المعلومات هذه لا تقلقي يا عزيزتي فالموضوع بسيط كل ما تبحثين عنه يكمن في إتقان فن المحادثة والتحدث وما هي إلا بضعة خطوات يمكنك اتباعها لإتقانه في البداية يجب عليك أن تبدأ بجمع المعلومات الصحيحة والموثوقة عن الموضوع الذي تريدين الحديث عنه لقد قمت بذلك بالفعل رائع وعليك دائما يا شاد أن تتحري الدقة عند جمع المعلومات ثانيا عليك البدء بمقدمة تاريفية وجذابة والحرص على استعمال العناوين الثانوية الجذابة والمحمسة مثل ماذا؟ يمكنك أن تبدأ بقصة أحد العلماء وكيف ترعرع ونشأ على حب علم الكيمياء منذ أن كان في عمرك مثلا نعم لدي بعض المعلومات عن ذلك تذكري كذلك عند بدء الحديث عن الموضوع الأساسي تأكدي من الانتقال إلى موضوع الحديث وعرضه بشكل متسلسل كما عليك التأكد من الاستعداد بتحضير وسائل عرض سمعية وبصرية متنوعة كي لا يفقد المستمعون اهتمامهم بالموضوع ولتدعم المعلومات المعروضة بأمثلة مختلفة من الواقع صحيح دعني أدون ذلك لكي لا أنساه عند التحضير النهائي هل يوجد هناك أمثلة لوسائل العرض السمعية والبصرية يا أخي؟ الوسائل السمعية البصرية هي كل وسيلة تستخدم الصوت والصورة أو الاثنين معا لا يخلو أي مكان في العالم من وسيلة من الوسائل السمعية البصرية أما الوسائل التوضيحية البصرية فمنها الصور التوضيحية أو اللافتات أو البطاقات أو الجداول والرسوم البيانية أو مقاطع الفيديو والسمعية قد تشمل أصوات معينة نتحدث عنها أو مقطع مسجل أو أغنية كما يمكنك استخدام جهاز الحاسوب وبرامج مثل باوربوينت ويوتيوب وغيرها الكثير كما ويمكنك يداد منشور معين مثلا أو لوحة يمكنني أن أعرض بعض مقاطع الفيديو عن علماء العصر الحديث بالتأكيد ويمكنك في هذه المقاطع توظيف قصة ما أو الإشارة إلى حدث تاريخي يخص شخصية أو الاستناد إلى بعض أقواله أو مقابلاته ولكنني أخشى أن يصاب المشاهدون بالملل لا تقلقي أنك تتمتعين بحس من الدعابة ولجذب المستمعين يمكنك توظيف موقف أو قصة فكاهية خلال الحديث عن الموضوع كما عليك دائما استخدام لغة الجسد من إشارات باليد وإيماءات الوجه والتنويع في مستوى الصوت ونبراته حسب الموقف حسنا حسنا هل هناك المزيد من الملاحظات؟ مثلا كيف أختم حديثي؟ سؤالك في محله يا شاد يجب عليك دائما استخدام لغة سليمة وواضحة ومناسبة لموضوع الحديث وللمستمعين أما عن ختام الحديث فيمكنك طرح سؤال أو مشكلة لجذب انتباه المستمعين وتحريكهم للمشاركة قبل الختام مع ضرورة تقبل الآراء المخالفة واحترامها جميعا حسنا شكرا جزيلا يا فهد أعتقد أن لدي تصورا أفضل عن طريقة عرض موضوعي الآن كل التوفيق يا عزيزتي أنا دائما على استعداد للمساعدة